أتى أمر الله فلا تستعجلوا أمر الله كان حقا علينا نصر المؤمنين فلا تستعجلوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقن بذلك ولم يستعجله وهو في مكة ثلاثة عشرة سنة ولا أقول عاما لأنها كانت شديدة عليه فالسنة هي الأمر الذي يكون فيه شدة والعام هو المدة الزمنية التي يكون فيها رخاء ولذا يقول الله لأبين الفرق بين السنة والعام ولقد أرسلنا نوحا فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما أي عندما ماته صارت بالنسبة له أعوام استراحة مما كان فيه ولكن مدة بعثته كلها شدة ولذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر سنة في مكة في شدة يدعو الله وهو مستجاب الدعو ولم يأتي الفرج وكلما دعه كلما اشتدت الأمور عليه يدعو الله ويذهب إلى الطائف ويرى ما يرى يدعو الله وتموت زوجته في أشد الأوقات احتياجا له ويموت عمه في أشد الأوقات احتياجا له وهو يدعو الله ولكن لم يستعجل هو يعلم أن فرج الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الذي استعجل وسأل متى هم المؤمنون الذين معه سألوا الرسول سألهم في مكة متى نصر الله قال الحبيب ألا إن نصر الله قريب فأعلم أن معرفة الله ومعرفة حكمته في تدبيره عليك أن لا تدعوك إلى العجلة لأنه هو المقدم والمؤخر وما فارق الجهل أنملة من أراد استعجال ما أراد الله تأخيره أو تأخير ما أراد الله تعجيله فإياك أن تقول متى نصرك الذي وعدتنا يا ربي ونحن ندعوك منذ كذا ومنذ كذا تحاكم ربك انظر إلى الأنبياء الذين عرفوا دعوة الله وعلموا حكمة الله في عالم الدنيا سيدنا موسى كان يقول ربنا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال له الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبع عني سبيل المدين قال له استجيبت وتم غرق فرعون بعد هذه البشارة بخمسين عام ولكن قال له استجيبت أيقن الإجابة ولكن لم يستعجل ظهور أثر الإجابة لأن الله سبحانه وتعالى هو تدبير في تربية هذه الأجيال التي تراخت في معرفة ربها وتراخت في طاعة بولاها وانغمست في شهوات دنياها ونافست بعضها البعض على الدنيا فصارت أجيال غير صالحة لأن ترى النصر بعينها ربما تلد أجيالا تكون صالحة فترى النصر بعينها كما قال صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ملك الجبال بعد رحلة الطائف وما حدث له قال أمرني ربي لو أطبق عليهم الأخشبين لأطبقت فقال لعل الله يخرج من أصلابهم وأن كفار من يوحده فربما يكون هذا الجيل الذي يدعو صالحيه غير صالح لأن يقر الله عينه بنصرته فينقض هذا الجيل في هزيمة ويموت جيل ويأتي جيل ويموت جيل ويأتي جيل ربما ثلاث أجيال وأربعة أجيال فالعبرة كل العبرة أن تكون صالحا لقول الله سبحانه وتعالى عبادا لنا هذه النسبة ليست سهلة وأنت منغمس في شهواتك أو في طلباتك وفي تقصيرك وفي منافستك غير الشريفة لكل مسلم حولك وفي تناحرك على الدنيا وفي قطعك لرحمك وعقوقك لوالديك وعدم إتقانك لمهنتك وحرصك على جمع حطام الدنيا ولا عدم إخراج حق المال للفقراء فإذا كان الجيل على هذه الحالة وصالحه يدعوه هذا الجيل غير صالح أن يقر الله عينه بنصرة على أداء ولكن نصر الله قريب قريب عندما ينقر هذا الجيل هذا الجيل هو المانع لظهور نصر الله وأفعالك السيئة في هذا الجيل والكلام دا موجه لكل فرد فينا وكلنا نعلم ما هو قدر تقصيره ويراجع نفسه يكون سببا وعائقا لعدم ظهور الإجابة أما الإجابة فقد تمت قد أجيبت دعوتكما فاستقيما لماذا تأخرت خمسين عاما لسيدنا موسى حتى يموت جيل ويأتي جيل آخر صالح لنصرة موسى مع كمال الأدب معه فيقر عينه برؤية غرق فرعون أمامه حتى هذا الجيل الذي كان مختارا ورأى ذلك العجيب أنه بمجرد أن عبر الماء ورأى فرعون خلفه وقومه يغرقون بعدها بأيام قليلة عبدوا العجل اجعل لنا إلها كما لهم أليه انظر هل هؤلاء يكونوا صالحين لأن يسكنوا الأرض المقدسة التي أمرهم يدخلوها سيدنا موسى أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة رفضوا برغم أن هذا الجيل كان جيل أصلح من الجيل الذي انقضى في الخمسين عاما قبل ظهور إجابة الدعوة ولكن ليس في كمال الصلاح الذي يصلح لرؤية الوعد الآخر وهو دخول الأرض المقدسة فأبوا اذهب أنت وربك فقط لإنها هنا قاعدون إساءة أدب من جيل كان صالحا لأن يرى نصر لحظي فقط لكن ليس نصر تلو نصر ونحن عندما كنا جيل حصل فينا بعض الصلاح في لحظة من اللحظات رأينا نصر تلاتة وسبعين على قدر صلاحنا على قدر هذا النصر الذي حققناه وأن كان نصرا كان فيه نوع نقص وليس كاملا إلا أنه كان نصرا نصرا على قدر صلاحنا كل جيل يرى على قدر صلاحنا فتتوالى الأجيال وتتوالى المحن حتى يمحص الله جيلا بعد جيل فيسوق هذه الأجيال إليه برؤية الشدائد فيأتي زمان يخرج جيل قد محصته الشدائد وأخرجت منه معدنه الأصيل فيظهر الله لهم قيادة حكيمة يكتمعون حولها فيقض على هذه القضية وإنهوها لضربة واحد فنحن ننتظر هذا الجيل ننتظر هذا الجيل ولحين ما يأتي هذا الجيل فالأيام بيننا وبينهم سجال والله سبحانه وتعالى قال وجعلناكم أكثر نفيرة هكذا يقول اليهود في المرة السانية أكثر نفيرة أنظر نفيرة يعني دعاية وسيطرة وهذا ما نجده وسائل الدعاية والصحف والتلفزيون والإنترنت كله بأيدي يهود حتى الفيسبوك لو كتبت كلمة حق حجبها ولا يظهروا لأنها تحت إشراف يهود فهم أكثر نفيرة لا شك منا وهذا وعد الله لهم هل لأنهم يستحقون ذلك لا حتى نفيق بكسرة ضرباتهم لهذا الجسم الذي كاد أن يكون ميتاً وهو في صبات عميق أن يخرج منه جيل يقز حذر متوجه إلى الله يكون صالحاً لأن يرى نصر الله ويقر عينه بنصر الله فإذا ظهر هذا الجيل يسر له القيادة التي توحده وتوحد هذا الجيل لكن الآن قيادات متعددة وفرق متفرقة وكل يبغي الجهاد ويريد ويريد ولكن الله لا يريد إظهار النصر المبين لهذا الجيل لعيوب في هذا الجيل فلازم نقر ونعترف بعيوبنا ونقصنا الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين أعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي قوة تستطيعها يا ربنا ينصرك بها وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ما استطعتم من قوة ونحن عندنا في جيوش المسلمين الآن قوة قوية جداً طائرات وقنابل وكتائب ولواءات ما شاء الله وأسلحة على أعلى مستوى ولكن لماذا لا يأتي النصر لأن لم يأتي الجيل الذي ينتصر الله سبحانه وتعالى عندما يأتي الجيل الذي ينتصر والله ينصره ولو في يده سيف لا يحتاج دروع كثيرة وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعنعال من الأطمي لأن الله إذا أراد الحماية يحمي بأوهن الأسباب وبغير أسباب ولكن الله لا يريد إظهار هذه القدرة وهذا الفضل لهذا الجيل لعيب في هذا الجيل فالعيب فينا وليس العيب في وعد الله فإذا استأخرت وعد الله فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أخره لأجلك أنت الذي أخرته أنت الذي أخرته حكام متفرقون واتجاهات شتى وداخل كل دولة اتجاهات شتى يليت حتى كل دويلة أو دولة صغيرة كده اتجاهتها كلها مجموعة على قائد واحد بقلب واحد لا الكل يتنافس والكل يتناحر والكل غير راضي بما أقمه الله فيه والكل يريد أن يخطف ما في يد أخيه هذا الجيل لا يصلح متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب متى عندما يتغير الجيل أو تغير ما في نفسك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه ولحين تغيير الجيل ليس أمامنا إلا الدعاء كما فعل الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم مكس ثلاثة عشر عاما في مكة يدعو وظل ست سنوات في المدينة يدعو وتأتيه الهجمات عليه حتى صلح الحديبية ثم استرح قليلا وفتح خيبر ثم جاء العام الثامن فتح مكة بعد واحد وعشرين عاما من الدعاء يظهر وعد الله بفتح مكة والدعاء صادر من أشرف الخلق أقرب الخلق إلى الله احتاج إحدى وعشرين عاما ليتحقق في الواقع فما بالك ونحن ليس معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه الكريم وليس معنا إلا شهواتنا وغفلاتنا وتعلقنا بالغرب وتقلدنا لأعداءنا وتركنا حتى بلادنا وأوطاننا تنمية وتركناها ملوثة مهدومة وإذا أخذنا فيها مناصب انتشرت الرشوة والغصب وكل يستغل منصبه لتحقيق مقاربه الشخصية ويقرب حوله أصدقائه وأحبابه وأقاربه وأولي الحزوة هكذا الكلام ليس على مصر فقط على العالم كله المحسوبية منتشرة وكذلك الغش والخداع على مستوى العالم انتشر ونحن جزء من العالم مسلمون صحيح لكن جزء من العالم تأثرنا بهذا العالم ثقافة وإسلوب حياة وطريقة تعامل حتى طريقة لبسه وأكله شربه واستهلاك هذا الجيل غير صالح وأدب هذا الجيل أن يتوب إلى الله ولا يستعجل نصر الله ويستمر في دعاء الله ويطقن ما أقام الله فيه ويحرص على الطعام الحلال ويرد الحقوق لأهلها إذا أردت أن تنصر القضية الفلسطينية فافعل ذلك رد الحقوق لأهلها رد المواريس التي أخذتها من إخوتك غصبا واعدل بين إخوتك في الميراث واعدل بين أبنائك في التربية وأحسن معاملتك لزوجتك وإياك أن تترك عملك ولا تتقنه ثم تقبل بعد ذلك مرتبك وإياك أن تستغل منصبك في عملك من أجل تحقيق مقارب شخصية واحرص على الطعام الحلال ولا تفوتك فريدة وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغف وكلما كان عندك فرغ اذكر ربك وأحيي وقتك وصر رحمك وأصلح ذات البين كل ذلك نصر لهذه القضية والله لا تنصر هذه القضية إلا لو كان هناك ناس متصفين بهذا ولو لم تتصفوا بهذا يأتي الله بقوم آخرين كما لما رفض الذين عبروا مع سيدنا موسى البحر وأنجاهم رفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة حكم عليهم باتيه أربعين عاما لماذا أربعين عاما؟ حتى يموت الجيل الذي رفض أمر نبيه ويأتي جيل آخر يسمع ويطيع لنبيه فلما جاء الجيل الآخر وسمعه دخله هكذا الأمر واقرأ الكرآن تعلم ذلك سيدنا يوسف نبي مكرم كان كثيرا ما يدعو الله حتى منذ طفولته ولكن انظر حياته بالرغم دعايا لله يتآمر عليه إخوته والعجيب أن إخوة يوسف هم أصلا بني إسرائيل هؤلاء من سلالة إخوة يوسف من أولاد يعقوب فما ما زال الشر بينهم متناحر وما زال التآمر إذا كانوا تآمروا على أخيهم وحرموا أبوهم من قرة عينه خمسين عاما حرموه من ابنه خمسين عاما سيدنا يعقوب يدعو خمسين عاما أن يرد له يوسف ودعايا لنبياء مستجاب لكن لما يأتي الأوان لما يأتي الأوان فسيدنا يوسف يضرب عليه الرق ويخطف ويلقى في البئر ثم يأتي ناس يبيعه ثم يعيش خادما في قصر العزيز ثم محنته مع امرأة العزيز ثم محنته وفي كل هذه السنوات هو يدعو الله ويصلي لله ويطلب من الله لكن لم يستعجل هو متيقن ولكن متيقن ومنتظر وعد الله إياك أن يتأخر أمد الله في العطاء يكون موجبا ليأسك انظر إلى الأنبياء حتى لا تقرأ القرآن بغير عزة يظل سيدنا يوسف على هذا الحال ويمر على هذه الأطوار حتى يأتي إخوته ويضمهم إلي في مصر ويأتي والده ويقول هذا تأويل رؤيا من قبل منذ خمسين عاما رأى رؤيا تأويلها بعد خمسين عام وأنت ترى رؤيا صالحة أول لك بالخير وتنتظر شهر أو شهران لو لم تجد تأويلها تظن أنها أضغاص أحلام فانظر اليوم عند ربك كألف سنة فإياكم أن تيأسه ولكن كيف تساهم في رفع المعاناة التي يعيشها أهل غزة وأنت لست مسلحا ولو كنت مسلحا ليس مسموحا لك أن تقاتل لأن لا توجد قيادة لا تستطيع أن تقاتل جيش منظم بحرب عصابات تنتصر عليه لا تستطيع لابد أن يقاربها جيش منظم نظامي حتى يكون هناك استراتيجية متى نبدأ وتفاصيل العملية ومتى تنتهي وكيف تفاصيل كل خطوة في كل لحظة هذا كله يحتاج إلى قيادة فنحن على مستوى الأفرار لن نستطيع ذلك وبالتالي المطلوب منك ليس حمل السلاح إذا كنت في الجيش المطلوب منك تتقن استعمال آلاتك الحربية وتسمع لقائدك وإذا كنت في السياسة عليك أن تقود الناس بما يرد الله إذا أقمك في مجال السياسة وإذا أقمك في مجال رئاسة مؤسسة عليك أن تقود هذه المؤسسة بطريقة ترد الله ورسوله حتى تصبح هذه المؤسسة ناجحة وليست فشلة وإذا أقمك في العلم فأتقن العلم حتى تحوله إلى سبب لنهضة أمتك وإذا أقمك الله في الطب فأحسن طبك حتى تعالج الناس وتقوي أبدانهم وإذا أقمك الله في الوعظ والإرشاد فعليك أن تعلم الناس كيف يصبرون وكيف يتقنون وكيف يقبلون على الله وكيف يتعلقون بالحبيب صلى الله وسلم وكيف لا يتعجلون أمر الله هذا أدب مع الله فإذا تعلمنا الأدب وكل قام في مكانه وفي دائرته بما أرده الله منه وحكم الله في دائرته أنت تريد أن تحكم شرع الله حكم شرع الله في دائرتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك حكم نفس الله في حالك إن كنت أعزباً وفي أسرتك إن كنت رب أسرة وفي مؤسستك إن كنت رئيس مؤسساً وفي وزارتك إن كنت وزيراً وفي محافظتك إن كنت محافظاً وفي دولتك إن كنت رئيس دولة كل مسؤول كل مسؤول عن دائرة ما استرعاه فيها وإياك أن تترك دائرتك خاربة ثم بعد ذلك تريد أن تحصل على دائرة واسعة وتتطلع إلى دائرة واسعة وأنت لم تحسن دائرتك ولذلك الفاشل لا يخرج منه إلا الفشل إنجح في دائرتك حتى يخرج منك النجاح وتتسع دائرة نجاحك وبالتالي لا تسأل نفسك كثيراً ما دوري وأهل غزة يضربوا أهل غزة لم يضربون بالأمس فقط ولكن أنظر إلى التاريخ منذ 48 مئات المجازر حدست ولكن للأسف إذا مرت على المجزرة شهر واحد ننسها هم يضربوا من سنة 48 ولذلك التفت إلى ما أقامك الله فيه أتكن ما أقامك الله فيه تكون خادماً لهذه القضية لأننا لن نستطيع أن ننتصر على اليهود من خلال دول ضعيفة والدولة الضعيفة تكون بسبب ضعف مواطنيها كل في مجاله ضعيف لكن لو كله في مجاله قوي تصير دولة قوية كونوا على قلب رجل واحد من أجل حماية بلدكم ونهضة بلدكم وحماية بلدكم والحفاظ على بلدكم حتى شوارع بلدنا الآن تسير فيها تجدها مملوئة بالقمامات لا نستطيع حتى أن نحافظ على نظافة شارع فكيف بعد ذلك نريد أن نحافظ على قضية بجوارنا ونحن لم نحسن جوار أوطاننا فإن أردت أن تحسن لنفسك فأحسن ما أقمك الله فيه وإذا أردت أن تحسن للمسلمين فوسع دائرة إحسانك وصلاحك إحسانك في العمل وصلاحك في بطن قلبك فلا يكون في قلبك غل ولا حقد ولا حسد ولا حرص وحب ظهور وتريد أن تأخذ مما في أيدي الناس وتنافس الناس على ما أقام الله فيه أخرج من كل هذه الظلمات كل في دائرته إذا فعل ذلك وأتقن دائرته وأتقن ما استرعاه الله فيه خدم هذه القضية ترجمة نانسي قنقر